اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في نيو ديلهي بمجموعة مسؤولين ورؤساء تحرير بوسائل إعلامية هندية وذلك في ختام زيارته لجمهورية الهند وفي كلمة نلقها حول تهديد التطرف القادم من قطر أكد قرقاش أن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة وأكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وانطلاقا من ثوابتها لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة وأوضح قرقاش أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومن بينها دول كبيرة هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم التسلط على أي دولة صغيرة وأضاف في هذا الإطار أن قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية وهي تستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية ووصف قرقاش قطر بأنها دولة ممولة للإرهاب مدللا على ذلك بأن قائمة الإرهابيين الذين توفر لهم الدوحة ملاذا آمنا تضم عددا كبيرا من الأفراد المحظورين من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأكد أيضا أن مجلس التعاون الخليجي أثبت مكانته وقيمته الكبيرة للجميع وأنه يفضل أن تستمر قطر جزءا من المنظومة الخليجية بعد أن تثوب إلى رشدها وفي إجابته عن سؤال حول المطالب بإغلاق قناة الجزيرة قال إن قناة الجزيرة الناطقة بالعربية عبارة عن منشور للإخوان وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسلام اشتركوا في القناة